مرحبا بكم جديد حكينا بالفيديو الماضي وقت يلي بتبعت مصوفي كوسيط ضمن طريقة وعدلت على احد هذه القيم يتم الاحتفاظ بالتعديلات يلي بتجريه انتي على عناصر هذه المصوفي اليوم بدنا نشوف انه اذا غيرت عنوانه لهي المصوفي بانيته من اول وجديد هل تتغير النسخة الارجنال ام لا اليوم راح نتعرف بهذا المثال على طريقة اسمه توسترينج من الصف الرئيز يلي هو من الباكيج يوتل يعني وقت اللي بدك تتعامل مع الصف الرئيز هو من نفس الباكيج تبع الاسكانر يوتلز دوت الرئيز في طريقة استاتيكي اسمه توسترينج بتاخد مصوفي بتحول لك ياها لسلسلي بتطبع لك ياها بهذا الشكل قوسين مربعات وبتحط فيها القيم بغض النظر عن نمطهم بتحطهم بتفصل بيناتهم بفارزات بفواصل لذلك تستخدم هذه تستخدم هذه الطريقة من اجل طباعة المصوفي من اجل الفحص قيمة او عرض قيمة او طباعة قيمة لا تستطيع ان تجري اي عملية حسابية ليا وانما فقط تستخدم من اجل الطباعة عملنا مصوفي انتجر فيها ثلاث قيمة واحد او ثلاث رح طباعة قيمتها قبل تمريرها لهذه الطريقة اطبعت واحد او ثلاث رح اتمرقت هذه المصوفي للطريقة استاتيكية اسمه باس اري رح اتخذتها طبعت بداخلها المصوفي اثناء استقبالها قبل اجراء عليها تعديل انطبعت واحد او ثلاث رح بنيت المصوفي اي اللي باعتها بنيتها اعطيتها عنوان جديد نيو انتجر وعطيت القيمة او ثلاث وطبعت قيم هذه المصوفي بداخل الطريقة فانطبع للمرة الثانية انسايد بداخل المصوفي بداخل الطريقة عفوا اثنين ثلاث عند الانتهاء من تنفيذ هذه الطريقة برجع بطبع المصوفي اورجينال بعد مناداته للطريقة بتظل القيمة واحد اثنين ثلاث فبالتالي عند تمرير مصوفي لطريقة ما والقيام بداخل هذه الطريقة بتعديل عنوان هذه المصوفي اللي باعتها انت كوسيط ما بتم التغيير على النسخة الاصلية وانما انت بنيت عنواني جديد بالذاكرة وتركت النسخة الموجودة الاصلية لذلك ننتبه على هذه النقطة رجاء ونميز بين حالة انك تغير عنصر ضمن مصوفي وحالي انك تغير عنوان المصوفي بالكامل بتمنى اذا في اي سؤال تشاركوني فيه بالتعليق لنجاوب عليه واشتركوا بقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم جديدنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة